من الظواهر الطبيعية كذلك زحف للرمال يسجل بالجنوب المغربي ظاهرة تؤرق بال عدد من سكان الأحياء بمدينة العيون هناك تجدح الرمال الأزقة وبعض الدور السكنية لكن الأمر تراجع بانطلاق عملية التثبيت البيولوجي والميكانيكي للكثبان المحيطة بالعيون أزيد من ثمانية ملايين درهم رصدت على مدى سنوات لهذا المشروع روبرتاج الحسين هبان ويوسفشو حي القسم أحد أحياء مدينة العيون التي تزحف كتبان الرمال المكومة على جنبات وادي السقية الحمراء باتجاهه غير أن الحواجز البيولوجية والميكانيكية التي أقامتها مصالح المندوبية السامية للمياه والغبات ومحاربة التصحر بمحاذاة هذا الحي بتكلفة تفوق ثمانية ملايين درهم حالت دون زحف الرمال على دور السكان ومختلف المرافق العامة مدخل شيء لجنوب المدينة يوجد على مساهمة واحد ممر رملي تيبل تيمتد على 300 كم في الطول ديالو انطلاقا من مدينة طرفايا الجهة الجنوبية تعاني من المشكلة ديالة ترمل تأتي التدخل من أجل المساهمة في الحد من هذة الظاهرة عن طريق الحماية للتجمعات السكانية لحي القسم السكان حي القسم لم تعود الرمال تؤرق بالهم كما كان عليه الحال في الماضية حضر تصعب مقارنتهم مع ماضي كانت فيه الرمال تجتح منازلهم هذه الشريلات المياه والغابات نفعتنا بزاف عن الرمال ما تدخل ديارنا ما تدخل ديارنا بالنسبة للتركيين العبوم واللي ما يجوا متكار في صين برمال الرمال كانت تدخلنا ديار ديارنا كانت تدخل توقف عن ذكرة عتبة ديار الداخل تدخلنا الداخل الحمد لله مساعد دار وذا نخل وذا الحوازيس سير لا بس يا ربي حان دينك تناقينا منذ الغراج الزيد من 150 هكتارا تم تثبيتها بيولوجيا بغرس الأشجار وميكانيكيا بوضع حواجز بلاستيكية للحيلولات دون زحف وترسب الرمال بشوارع وفضاءات المدينة